من صدق مع الله صدق الله معه ومن صدق الله معه فتح الله عليه بفتح لا يعلمه إلا هو سبحانه وبحمده من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الخمر من أعسر الأشياء تركاً لأنها تمشي في دم الإنسان وتسري في داخل جسده لكن الصحابة رضي الله عنهم حينما ملأ صدورهم حب الله وتعظيمه وإجلاله والاستجابة لله والمسارع إلى رضوان الله وعجلت إليك ربي لترضى كما قال موسى وأنزل الله تحريم الخمر كانت الاستجابة أسرع مما يتصوره الإنسان حتى إن طرق المدينة أصبحت تمشي خمراً وهم يقولون انتهينا انتهينا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه سبحان الله العظيم أيها الحبة وأنا أختم بهذا من أعظم الفوائد شهواتك التي ملأت قلبك ومحرماتك التي أصبحت تكبت داخلك إذا هجرتها لأجل الله أصبحت من أعظم المبغوضات إليك وأصبحت لا تعني لك شيئاً ما لا ينال بالله لا ينال وما لا يرجى من الله ينقطع وما لا يطلب من الله عز وجل لا يحصل فمن كان مع الله كان الله معه ومن كان الله معه فكل شيء معه اللهم ارزقنا خشتك وحبك